موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدين في كل مكان ومجديد وأستاذ الأحل النهاردة هنتكلم عن جائزة أفضل لعب في أفريقيا والحلم يقترب أن يصبح حقيقة بالنسبة لمحمد صلاح وكل المصريين الكل يترقب فوز نجمنا الكبير محمد صلاح فخر العرب وفخر المصريين بجائزة أفضل لعب في أفريقيا ويكون معنا للحوار باستفادة أكثر عن قصة محمد صلاح وكيف وصل محمد صلاح من الحلم إلى الحقيقة مع نجومنا الكبار المهندس محمد عدد المشرف العام على كرة القدم بنادي المأولين العرب واحد من النجوم الكبار كابتن مصر ونادي المأولين العرب وأيضا نادي الإسماعيلي كابتن حمدي نوح واحد من أفضل روس الحرب التي جت في تاريخ الكرة المصرية أيضا عندنا في الفقرة الأخرى هنتكلم أيضا باستفادة حول الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدور العام وأيضا فوز النادي الأهلي على فريق النصر في مباراة من المباراة الجميلة بأربع أداف مقابل لشيء في اللقاء اللقيم أمس باستاذ القاهرة المباراة اللي كانت مؤجلة من الأسبوع الثامن للنادي الأهلي ولكن في البداية حابب أتكلم مع حركه النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت بيلعب ماشي كل ثلاث دقائق مش كل ثلاث أيام كل ثلاث أيام في مباراة كل ثلاث أيام في ضغط كل ثلاث أيام في حملة إيل ولما يجي النادي المختصين في النادي الأهلي سواء كابتن حساب البدري أو كابتن عيس الشعلالي أو المدربين سواء كابتن أحمد أيوب أو كابتن سعيد معاوض حتى كابتن طرق سلمان يجي تكلم يقول يا جماعة ده ما بيحصلش في أي مكان في العالم اللعيبة دي ما هيش مكان اللعيبة دي بشر الناس في بعض المسؤولين في اتحاد الكورة وهتكلم على لجنة المساعدة يقول لك ده كل الناس في العالم بتلعب كل ثلاث أيام تفرجوا فيه برة بيعملوا ايه نيجي نبص على برة لقيش الكلام ده بيحصل النادي الأهلي كله ماتش عنده اتنين تلاتة على الأقل مصابين يا خلفيات يا ضمة يا في مشاكل الكلام ده كله بيحصل ليه معه انت معاك بشر في الأول وفي الآخر بشر انت تلعب ماتش كل ثلاث أيام وانت الفرقة الوحيدة اللي عندها مؤجلات بسبب ان انت وصلت ليه نهائي دورة أبطال أفريقيا فالنادي الأهلي بيعاقب انه وصل لدورة أبطال أفريقيا تيجي تسأل ليه اصلي ما فيش وقت ليه اصلي فيه كاس العالم ليه اصلي فيه كذا طب يا جماعة الناس المختصة طبعا احنا بنحاول نبص على المصطحة العامة لكن النادي الأهلي الصراحة ما يحدث معه لا يحدث مع اي نادي في العالم انت كل ثلاث أيام عندك ماتش حملة قيل مطالب بفوز عليك ضغط الجمهور النادي الأهلي لا يقبل الا بالفوز ما شاء الله ربنا يمديك طبعا قوام استراتيجي جامد جدا وفيه وفرة من اللعيبة لكن حتى اللعيبة اللي بيتم عليها التدوير بتتصاب لان اللي بيحصل بص على النادي الأهلي بلعب ماتش كل قد ايه وبص على عالم نفسي يعني مثلا النادي الأهلي في شهر ديسمبر لعب كم مباراة هتلاقي لعب فوق الست مباريات وبص على المنافس المباشر النادي الإسماهلي هتلاقي مكسيمم لعب أربع مباراة يعني ماتش كل أسبوع يعني انت بتروح له وانت بتلعب انت بتلعب ماتش كل تلات ايام بتروح للفرقة التانية وانت مجهد وبتقعد كده بلغة الكورة بتقعد تعمل تدوير ما بين اللعيبة هنا عندك مساكة صاب تحط طلع واحد من ناشئين يا اما تجيب واحد أصلا مش مركزه مساك أو نفسك شيء في وسط الملعب بص وصام عشور بيتم إسابته بيشكي من الإجهات عندك الاتنين سردبكات سعد سمير محمد نجيب الاتنين بيتم إسابتهم من قبلهم رامي ربيعة بنيدي الأهل بيتم معاقبته بسبب مشاركاته الكثيرة في دورة أبطال أفريقيا يعني هو بينجح وبناء على أن هو بينجح بيتم وكفقته أن يلعب كل تلات يام ماتش وماتش مهم جدا ولازم يكسب تلات نقاط ولكن لا حياته لمن تنادي الناس المختصة وحكلمكم على جراديولا الدورة الإنجليزية آه هو أصبح الآن أقوى دوري في العالم أو من أقوى دوريات في العالم ولكن تعالوا كده بصوا أنديت إنجلترا فين من دورة أبطال أوروبا وإيه السبب وإحنا لازم نفهم لأن الكرة القدم أصبحت علم ما بقيتش خلاص إحنا بننزق مسابقة عشان نوصل في الآخر إحنا عندنا دوري كلام دوت غير موجدي بصوا كده منتخب إنجلترا فين وبصوا المنتخبات هاديكم دائما المثال بإسبانيا وألمانيا انتخب ألمانيا مسيطر على كل كل البطولات العالمية والقرية سواء ناشئين أو سواء منتخبات انتخب ألمانيا باطل كاس العالم منتخب ألمانيا باطل كاس القرات انتخب الألمانيا واخد كاس العالم لشباب والناشئين بطولة أوروبا السيطرة دي جات منين ما هي هناك يجي يقول لك نوت باي لك يعني مش بالحظ فيه دراسة فيه وعي فيه استجابة لمطالب البشر إن انت تلعب ماتش كل ثلاثة يام ده خارج طبيعة البشر ألمانيا الدور بتاع 18 نادي أو 16 نادي ما فيش مشكلة بقيت أوروبا كلها 20 نادي طيب بيجوا يريحوا في الفترة الشتوية نفس الشيء بالنسبة لإسبانيا إسبانيا انت بتلعب أتليتيكو مدريد في عز يناير ماتش ودي وبيجي يروح يلعب في دبي يروح يلعب في الدول العربية عشان يبقى مناخ دافئ عشان يبقى فيه استشفى بالنسبة للعيبة يبقى فيه راحة بص بقى عنديت أسبانيا وألمانيا وخاصة أسبانيا في دورة أبطال أوروبا في تشامبينز ليج ما طلعش منهم بطولة بقالهم قد إيه كسبوا اليوفي يوصل للفاينال السنة اللي فاتت ما بين الريال والأتليتيكو السنة اللي قابليها الريال والأتليتيكو السنة هذه هذا العام الريال واليوفي ليه؟ آه عندهم نجوم كبار عندهم أفضل نجوم في العالم مفيش كلام عندهم أعلى مدربين على مستوى العالم مفيش كلام كلام ده مفروغ منه ولكن بص الناس دي بترايح حد إيه إسبانيا وألمانيا بيرايحوا على الأقل على الأقل عشر تيام ما بين الموسم ما بين دور الأول ما بين الدور الثاني وغير الراحة السلبية اللي بيخدها ما بين الموسم والموسم إن هناك الموسم ينتهي بإيه دورة أبطال أوروبا لو فيه مسابقة قرية مفيش مشكلة ولكن بياخد اللعيبة بتاخد فترة راحة عشان تقدر تواكب الضغط المباريات كاس علام ستة وستين شوفوا من كام سنة إنجلتورة بعيدة عن كرة القدم طب تعالوا هن مين المدرب اللي في الطوب سيكس في الدورة الإنجليزة إنجليزية مش هتلاقي هتلاقي كل المدربين جايين من بره جراديولا جاي من إسبانيا مورينيو جاي من بورتغال يورجو كلوب من ألمانيا كل المؤرسن فينجر من فرنسا ليه؟ ماهو ده بيدي لك انطباع يعني الكرة الإنجليزية فين عشان البوكسنج دي اللي هم زي كل إنجلتورة وحتى محمد صلاح اتصاب بسبب ضغط المباريات ما يطلع جراديولا يقولك الدوري الإنجليزي اللي بيحصل ده غير طبيعة البشر لجراديولا أحسن مدرب في العالم بيتحدث عن هذا الكلام وعن هذا الشأ ليه؟ عشان الإيجاد إنجلتورا الناس كلها مريحة وإنجلتورا بتلعب خمس ماتشات في شهر واحد أو ممكن يبقى أكتر ليه؟ بسبب البوكسنج دي عشان عندهم هنا أجازات الكريسمس فضغطين المباريات عشان يلعبوا أكتر في الأجازات الناس مريحة وفي نفس الوقت هناك في بعض الأمور الغير رادية بتحصل وأبرزها المراهمة فيتلع مدرب زي جراديولا طبعا مش متعود كلام دوت في إسبانيا أو في ألمانيا في إسبانيا مع برسلونا أو في إلمانيا مع البارمين ونخ مفيش الكلام ده بيحصل الناس هناك كله مزبوط على الساعة وكله داخل نطاق القوة البشرية القوة البشرية هتقدر تعمل إيه؟ يجي في إنجلترا يطلع يشتكي يقولك اللي بيحصل ده إن أنا لعب ماتش كل تلات أيام ده بره البشر فياريت مسؤولينا يشوفوا كلام جراديولا وشوفوا كلام مورينيو وشوفوا كلام كونتي وشوفوا كلام كونتي ده من إيطاليا مدرب تشيلسي وشوفوا كلام السر أليكس فيركسون لما كان بينتقد موضوع البوكسنج دي ده بيأثر على مستوى اللعيبة ومستوى الأندية في البطولات القرية إن أنت بتلعب نماتش كل تلات أيام وأنا ما عنديش حتى اللعيبة اللي بتدور بصوا كام لعيبة تم إصابته في هذا الأسبوع في الدور الإنجليزي هاري كين هداف الدور الإنجليزي بنافس صلاح تم إصابته دي بروين تم إصابته صلاح كل هذه اللعيبة لأن دول بشر في الأول في الآخر آه هناك في الدور الإنجليزي ما شاء الله بيأخدوا سالري أو بيأخدوا راتب كبير ولكن في الأول في الآخر هم بشر فما نجيش نقول إحنا بنعمل حاجة خطأ ونجي نتعلل برة كلهم بيعملوا كده لا برة يحصلش الكلام ده ماكسما فيه الأسبوع بيلعب ماتشين ماتش يوم السبت أو الحد وبيلعب الثلاثة أو الأربع في دورة أبطال أوروبا هو ده الأسبوع عندهم هناك بيبقى آخر مباراتين عشان كده نادي الأهلي صراحة في واحدة من أصعب المواسم المتلاحقة بالنسبة له نادي الأهلي سنة لفات الدوري وكاس دوري أبطال أفريقيا ثم البطولة العربية ثم كل ده لحم في بعضه داخل فيه بطولة الدوري العام هذا الموسم داخل فيه إن شاء الله هيبتدي دورة أبطال أفريقيا بعد شهرين كلام دوت كله في وقت واحد كابتن حسن البدري هيعمل إيه أنيس الشعلالي هيعمل إيه اللعيبة تلاقي اللعيبة عمرك ما تفتكر إن اللعيبة دي ممكن تشتكي من إجهاد من هو بيلعب حاجات كتير وبعدين أنت عندك بقى منتخب مصر وعندك لسه السعادات لكاس العالم فلازم يتحط فيه اتحاد الكرة ويبقى تم كده التنسيق مع الناس المختصة أنت عندك ككتور كوبر عندك كابتور حسن البدري عندك الناس الكبيرة مدربين الكبار في الدوري مع مدرب المنتخب يعودوا كده قاعدة فنية داخل اتحاد الكرة يتم التنسيق أنا اللعيبة بتاعتي بهذا الشكل هتبقى مجهدة يبقى عندي إصابات ممكن يجي على كاس العالم عشان خاطر أخلص الدوري ألاقي اللعيبة عندي بتتصاب وانتوا في منتخب مصر عارفين آه عندنا ما شاء الله محترفين كتير ولكن القوام الرئيسي أيضا من داخل الدوري المصري بصوا عبدالله السعيد دعيب لك ماتش بيتروجيت وجات له إصابة ولازم خات حقنا وكان لازم يريح نفس الشيء بالنسبة أنت عندك الشناوي حارس مارو بالنادي الأهلي حصل له إصابة في المباراة الماضية أمام النصر وتم استبداله ما بين الشوتين وان شاء الله يكون موجود في الفترة الجاية ويبقى جاهز ان ان شاء الله ينزل من يوم الخميس ان شاء الله يكون موجود في التمرين الجماعي نفس الشيء بالنسبة الحمودي جال وشد فيه الخلفية وان شاء الله يكون جاهز في الفترة القادمة نتكلم على الحلم نتخش بقى في الحلم اللي اقترب أن يصبح حقيقة حلم طفل كان من قرية باسيون كل حلم أنه يلعب كرة عايز يلعب كرة ويتفرق كده على النجوم الكبار عايز يبقى واحد زيهم شوف كده النجوم الكبار سواء فيه النادي الأهلي سواء فيه كرة مساء سواء في الكرة العالمية واحد كان حلمه أنه هو يبقى نجي نبقى لعيب كرة وكان بيسافر كل يوم من باسيون عشان ييجي نادي المقاولين العرب راح الأول نادي هناك اسمه عصمصون اللي تم نقله إلى مقاولين باسيون ومسؤولين في المقاولين العرب شافوا أن هذا اللعب مختلف ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا أن أنت عندك في الأقاليم وعندك في القاهرة وعندك في السعيد كنوز مدفونة كنوز مدفونة ولكن محتاجة العين الخبيرة اللي تشوف أن العيد ده ييجي منهم وهنا بنشكر المسؤولين في نادي المقاولين العرب أنه هما الدول نهدية اسمها محمد صلاح مستوى وفنيات واخلاقيات على أعلى مستوى عشان يوصل محمد صلاح أنه يبقى النجم الأوحد يمكن فيه الكرة الأفريقية هو واحد من أحسن أربعة لعيبة على مستوى العالم وهو نجمنا محمد صلاح إزاي دي خطوات مهمة جدا إنك ممكن يبقى عندك الموهبة لكن ما عندكش الشخصية والالتزام هي مش مجرد موهبة فقط محمد صلاح ليس فقط موهبة موهبة ولكن فيه شخصية صنعة بطل شخصية صنعة نجم إحنا على مستوى أو على مدار التاريخ من سنة 83 كابتل محمول خطيب وعلى فكرة كان في هذه الفترة كان برضو فيه يعني مجاملات فيه الاتحاد الأفريقي فيه جائزة أفضل لعب فيه أفريقيا كابتل محمول خطيب 82 خدنا دورة أبطال أفريقيا كابتل محمول خطيب واحد يعني واحدة من أفضل البطولات اللي عملها وحتى في الفاينال سجل في كوتوكو هنا وهناك وأهداف يعني مفيش أجمل من كده غير طبيعي نرجع بقى لموضوع الطبيعة وعكس الطبيعة حاجات غير طبيعي كابتل محمول خطيب لم يعفز فيها في 82 وفاز فيها في 83 رغم أنه كان يعني متوقع أنه بعد المستوى البطولة وهتدفل بطولة في 82 وياخد جائزة أفضل لها في أفريقيا ولكن لم يحلفوا التوفيق نادي الأهلي في 83 برضو بيلعب على دورة أبطال أفريقيا وصل للنهائي وأيضا أمام أشانتي كوتوكو ولكن بسبب التحكيم فاز بيها فريق كوتوكو كانت محمول خطيب تفاجئ من مجلة الفرانس فتبول أنها تدقي له جائزة أفضل لعب في أفريقيا في هذا العام ورغم أنه يستحقها أيضا ولكن يمكن الناس بتربط أنك لازم تفوز بطولات في هذا الوقت عشان تاخد جائزة أفضل لعب في أفريقيا من 83 وحتى الآن عندنا لعيبة وعندنا نجوم كانت بتنافس بقوة على جائزة أفضل لعب في أفريقيا ولكن لم يحلفنا التوفيق كان عندنا أمل فيه حسام حسن طبعا حسام حسن هداف من هدافين النادي إلى أهل المتاخب مصر ولكن لم يحلف التوفيق أيضا أحمد حسام ميدو في أول الألفنات كنا يعني عندنا أمل فيه نجم من نجوم آيكس أمستردام وكان مكسر الدنيا برضو لم يحلف التوفيق ولكن جالنا فيه 2008 و2006 أبو تريك طبعا الماجيكو واحد من اللعيبة أيضا الجمال جدا في كل شيء أدب وأخلاق وأيضا فنيات ما فيش كده وأبو تريكا من اللعيبة المؤثرة جدا اللي تقدر تصنع لك فارق ولكن في هذه الموسم في 2008 على الرغم من كل الإنجازات اللي كان أبو تريكا محققها مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر ولكن خاد الجائزة إيمانوال أدي بايور نجم توجه لأنه كان بلعب في الأرسنال هو ده السبب أنه كان بلعب في الأرسنال فإذا تحولت القصة من موضوع أن أنت بتلعب داخل مصر أو تحقق إنجازات إلى أن أنت لازم تكون بتلعب في أوروبا فجالنا محمد صلاح واحد من الناس اللي كان عندها تموح تلعب إلى بازل ومنادي المقولين العرب فتح له الباب إن هو يروح لبازل مع بازل لعب بقى لعب فيه خاد الدور السويسري ولعب فيه البطولات الأوروبية ابتدى الناس تشوف إيه ده فيه لعب كويس اسم محمد صلاح ولكن محمد صلاح طور من نفسه طور من نفسه في شخصيته طور من نفسه في طريقته طور من نفسه في أسلوبه ابتدى يجذب الأنظار راح تشيلسي لم يحلفه التوفيق لأنه ما خادش فرصته يعني محمد صلاح فيه تشيلسي دي بروين ولوكاكو ومحمد صلاح التلاتة ما خادوش فرصتهم مع ميروني وراحوا أندية تانية كسروا الدنيا محمد صلاح للأسف كان فيه انتقاداته حتى من مصر ولكن هو مغز ما بصش الكلام ده كله راح لفيرونتينا كسر الدنيا راح لرونا كسر الدنيا ثم وصل إلى أعلى المناصب مع ليفر بول وهو واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودة على مستوى العالم إن شاء الله ياخد جازة أفضل لعب في أفريقيا نجمينا الجميلة هنتكلم عليه ونعرف حكاياته ولكن بعد هذا الفاصل نستقبل ديوفنا الكبار ونتكلم ونعرف بداية محمد صلاح وقوعة تروحوا بعيد عشان للإحلى حديث اشتركوا في القناة